بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله درس جديد في مادة أرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي إذن نفتح الكتاب صفحة 68 درس اليوم وهو الضرب لدينا الجزء الأول أكتشف قسمت الأستاذة تلاميذ القسم إلى أربعة أفواش وطلبت من كل فوج أن يصنع مزهرية ويضع فيها خمسة أزهار إذن لدينا الآن أحسب بكيفيتين عدد الأزهار التي احتاجها تلاميذ القسم هنا مطلوب مني باستعمال الجمع المتكرر وهنا مطلوب مني باستعمال الضرب نحاول أن نفهم الوضعية أكثر لدينا قسمت الأستاذة تلاميذ القسم إلى أربعة أفواش لدينا الفوج الأول الثاني الثالث الرابع جيد طلبت من كل فوج أن يصنع مزهرية لدينا المزهرية الأول الثاني الثالث الرابع ثم ماذا ويضع فيها خمسة أزهار لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة قام الفوج الأول بصنع مزهرية وضع فيها كم من زهر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الفوج الثاني أيضا الفوج الثالث الفوج الرابع إذن الآن قال لنا أحسب بكيفيتين عدد الأزهار التي احتاجها تلاميذ القسم لدينا هنا الفوج الأول الفوج الثاني الثالث الرابع نبدأ أولا باستعمال الجمع المتكرر لاحظوا معي الفوج الأول قام بصنع مزهرية وضع فيها كم من زهر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة جيد نكتب خمسة هكذا الفوج الثاني قام بصنع مزهرية وضع فيها أيضا كم من زهر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الفوج الثالث لدينا الفوج الرابع مطلوب مني هنا مطلوب مني عدد الأزهار التي استعملها التلاميذ هنا القسم يعني في هذه الحالة أقوم بالجمع زائد خمسة زائد خمسة وهذه هي طريقة الجمع المتكرر جيد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي كم؟ خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسة عشر زائد خمسة ويساوي عشرون طريقة الجمع طريقة هنا باستعمال الضرب ماذا سنفعل؟ لدينا هنا العدد أو الرقم الذي لدينا هنا ما هو؟ لاحظوا معي لدينا خمسة 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 أكتب خمسة هكذا تكررت هنا خمسة أم لا؟ خمسة 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 تكررت كم من مرة لدينا؟ واحد تكررت المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أكتب هكذا أربعة إذن عندما أجد عدد أو رقم تكرر هنا أكتب علامة في هكذا خمسة في أربعة أو أقول خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة ويساوي كم؟ ويساوي عشرون أحسنتم إذن لدينا هناك نعيد الكتابة مرة أخرى باستعمال الضرب نقول خمسة في أربعة ويساوي عشرون باستعمال الجمع أقول خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة ويساوي أيضا عشرون إذن لدينا عدد الأزهار التي استعملها تلاميذ القسم وهو وجدنا كم من زهرة لدينا عشرون أحسنتم لدينا ثانيا أكتب المجميع الآتية على شكل جداء وأكمل الحساب لدينا هنا اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان مطلوب مني هنا كتابة المجميع هنا على شكل جداء هنا اثنان تكررت نعم اثنان 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 الاثنان هنا من رقم اثنان كم لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أسٹة أقول في ستة هكذا اثنان في ستة جيد نقوم بالحساب لان اثنان في ستة كم أقول اثنان اوضيف لها اثنان اربعة اوضيف لها اثنان كم يصبح لدينا ستة اوضيف لها اثنان ثمانية تمانية زائد اثنان عشرة عشرة زائد اثنان ويساوي اثنى عشر جيد لدينا هنا ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة كم يساوي هنا ستة تكررت لدينا فقط رقم ستة فقط اكتب هكذا ستة في ماذا تكررت هناك ستة كم من مرة لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة اكتب ستة في اربعة جيد اذا نكمل الان لدينا هنا اربعة زائد اربعة زائد اربعة لدينا اربعة فقط اربعة زائد اربعة زائد اربعة اذا اكتب هكذا اربعة في ماذا يعني هذا الرقم الذي اضعه هنا كم لدينا من اربعة هنا او اربعة تكررت كم من مرة لدينا واحد اثنان ثلاثة اقول اربعة في ثلاثة احسنتم نواصل لدينا هنا ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة نكتب هكذا ثلاثة كم من مرة تكررت تكررت لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة أقول ثلاثة في خمسة لاحظوا معي هنا أو عفوا هنا ثلاثة في خمسة آسفة ثلاثة في خمسة إذن لدينا ثانيا أكتب عدد المربعات الملونة في كل شبكة على شكل مجموع ثم على شكل جداء لدينا هنا الشبكة الأولى لاحظوا معي كيف سأقوم بك كتابة على شكل مجموع أولا ثم على شكل جداء هنا لدي ماذا ننظر أولا إلى المربعات الملونة فقط ننظر إلى المربعات الملونة فقط في السطر الأول كم لدي من مربع هنا أقول هكذا السطر وهكذا أقول عمود في السطر الأول كم لدي من مربع قمنا بتلوين لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب هكذا خمسة في السطر الثاني كم لدي من مربع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في السطر الثالث واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في السطر الرابع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في السطر الخامس 1 2 3 4 5 جيد الآن مطلوب مني حساب عدد المربعات هنا كأنني أقول 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 نكتب هكذا جيد الآن قال لنا على شكلي هنا كتبناها على شكل مجمور مطلوب مني على شكل جدا ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ أضع أولا رمز هكذا في جيد إذن ماذا يساوي يا ترى؟ لدينا 5 5 5 5 خمسة ماذا سنفعل هنا؟ نكتب 5 في ماذا؟ 5 في 1 تكررت كم من مرة؟ 1 2 3 4 5 أقول 5 في 5 جيد هذا فيما يخص الشبكة الأولى الشبكة الثانية بنفس الطريقة لدينا هنا في السطر الأول نحسب عدد المربعات الملونة فقط في السطر الأول كم لدينا من مربع؟ 1 هل نحسب هنا؟ لا نقول 1 2 3 4 5 6 7 نكمل في السطر الثاني لدينا لاحظوا معي لدينا أيضا سبعة في السطر الثالث لدينا سبعة في السطر الرابع هنا الرابع لدينا سبعة في السطر الخامس 1 2 3 4 5 6 7 في السطر هنا لدينا 1 2 3 4 5 نعم في السطر السادس لدينا المربع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع جيد ماذا سنفعل؟ لدينا سبعة 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 أضح هنا زائد هنا باستعمال الجمع كهنا مطلوب مني عدد المربعات الملونة كأننا قلنا حكذا سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة مطلوب مني على شكل جديد لدي هنا لدي سبعة زائد سبعة سبعة هنا تكررت فقط لدينا رقم سبعة فقط إذن أقوم بكتابتي هكذا ثم أضع علامة في الآن ماذا سنفعل تكررت كم من مرة هنا نتكلم عن رقم سبعة لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة نقول سبعة في ستة بنفس الطريقة هنا لدينا في السطر الأول كم من مربع ملون هل لدينا مربعات ملونة لا في السطر الثاني لا نحسب هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة نكتب هكذا تسعة في السطر الموالي الذي يأتي بعده مباشرة لدينا كم من مربع لدينا تسعة في السطر الذي يأتي مباشرة بعده لدينا تسعة في السطر الأخير لدينا تسعة مطلوب مني على شكل جداء أو مجموع أكتبها كذا تسعة زائد تسعة زائد تسعة يساوي هنا على شكل جداء نكتب هكذا علامة في أولا لدينا هنا رقم تسعة فقط تكرر أكتب تسعة تكرر كم من مرة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة أقول تسعة في أربعة هذا فيما يخص الجزء الأول لدينا ثانيا تحصل أحمد على ثماني نقاط في الرياضيات وهي النقطة نفسها التي تحصل عليها في اللغة العربية وتربية المدنية وتربية الإسلامية مطلوب مني أحسب مجموعة النقاط التي تحصل عليها أحمد في المواد الأربعة أكتب العملية على شكل جداء إذن لدينا أولا لدينا أحمد تحصل في مادة أرياضيات على كم؟ ثمانية النقطة الأولى في مادة اللغة العربية أيضا ثمانية في مادة التربية العلمية التربية المدنية نعم ثمانية في مادة التربية الإسلامية ثمانية قال لنا أحسب مجموعة النقاط مباشرة هنا قال لنا أحسب مجموعة النقاط يعني أكتب هكذا ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية زائد ثمانية ويساوي كمياتورة مطلوب مني أحسب مجموعة النقاط في المواد التي تحصل عليها أحمد في المواد الأربعة في مادة الأرياضيات اللغة العربية التربية المدنية ولدينا التربية الإسلامية ثمانية زائد ثمانية ستة عشر نضيف لها ثمانية هنا التلميذ يبدأ بالحساب ستة عشر زائد ثمانية ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثناني وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون أضيف لها ثمانية أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحدون وثلاثون اثنان وثلاثون جيد إذن هنا لدينا مجموعة نقاط التي تحصل علي أحمد وهي كم لدينا اثنان وثلاثون ماذا؟ نقطة مطلوب مني ثانيا أكتب العملية على شكل جدا على شكل جدا يعني تكون عندي هذه الأملية نحولها هكذا لدينا هنا ما هو الرقم الذي تكرر فقط ثمانية 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 جيد تكررت كم من مرة في مادة اللغة العربية في مادة رياضية تربية إسلامية تربية مدنية جيد نكتب في أربعة قلنا عملية الجمع هي عملية ضرب عملية الضرب هي عملية جمع متكرر إذا لدينا ثمانية في أربعة يساوي اثنان وثلاثون إذن هذا فيما خص حصة اليوم تعلمنا وذكرنا مرة أخرى التلميذ طبعا درس هذا الدرس في السنة الثانية ابتدائي قلنا عملية الضرب وهي عملية جمع متكرر إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة